شكراً للرفيق الأمين العام السابق المنبر التقدمي عبد النبي سلمان قبل أن أفتح باب النقاش أود فقط أن ألقي الضوء ولو قليلاً على لجنة المصالحة ودورها في جنوب أفريقيا طبعاً صلاحيات اللجنة هي التحقيق والاستدعاء اثنين صلاحيات واسعة للتحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون الرسميون وكذلك المنظمات المعارضة خلال فترة 34 عاماً صلاحية إصدار توصيات ومن ضمنها دفع تعويضات إلى ضحايا الانتهاكات صلاحيات شبف قضائية في منح العفو في ظروف معينة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان اعتمدت اللجنة مبدأ العفو طبعاً هذا الآن أخذت فيه تقريباً تونس على ما أعتقد اعتمدت اللجنة مبدأ العفو المشروط والجزئي بدل مبدأ العدالة العقابية بمعنى بدلاً من إنشاء محاكم تصدر أحكاماً ضد المتورطين في خروقات حقوق الإنسان اعتمدت جلب الجلادين للاعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن لحقهم الأدى في ذواتهم أو ذويهم وأملاكهم طبعاً في نتائج اللجنة ممكن واحد حصرها النتائج الإيجابية التي حققتها تجربة جنوب أفريقيا رغم أن الحكم على تجربة جنوب أفريقيا سابق لأوانة طبعاً قبل الفترة هذه التوصيات باعتبار أن المصالحة عملية طويلة طويلة المدى غيرها أن نتائج هذه التجربة قد بيّنت التالي رافق عمل لجنة حسن مستمر الوضع الاقتصادي مثل ما ذكر الرفيق عبد النبي تخفيف أسباب التوتر بوجود إرادة مجتمعية لغلق ملف الضحايا وهذا شيء مهم الخروج من حلقة العنف والعنف المضاد إجماع الطبقة السياسية البدء في صياغة أجندة المصالحة الوطنية وتنفيذها توسيع رقعة الصفح المجتمعي بفضل هذا العمل الأفقي بحيث شمل تدريجياً أغلب الفئات المتضررة الاعتذار المعنوي والتعويض المادي لضحايا التعذيب والعنف والمنفيين أعيد النظر في المنظومة التربوية وإلغاء ثقافة تمييز العنصري الدولة والمجتمع لم يهرب إلى الأمام ووضع الماضي وراءهما وأزاحته جانباً بعد التشريع والتحليل والتقويم واستخلاص الدروس والتعويض والإنصاف للمتضررين طبعاً الآن نفتح باب النقاش نود أن يتكلم راح نسجل اسمه فتفضلوا تفضل أحمد سعيد تفضل الموضوع ينعرف من عنوانه تعودنا أنه تحل الأمور بطريقة أو استخدام الأدوات الأمنية والعنف من دون الالتفات والانتباه بأنه هناك قضية يستحضرني أستاذي الفاضل وأستاذ عبد النبي ملف وسمعت بإذني لم يقل لي أحد أنه الوطني عبد الهالي الخواجة تقدم بملف مطالبة حقوق وتحول ملف مطالبة الحقوق إلى ملف قلب أو محاولة قلب النظام في البلد المراد أستاذي الفاضل أنه ثقافة العنف والعصاء الأمنية أو العصاء الاقتصادية تستخدم طوال الثمان أو التسع عقود بتداعيات قلب نظام الحكم ولما نأتي إلى ألفين واثنين نجد أنه شعب البحرين قرابة المئة في المئة متوافق على ميثاق العمل الوطني وعروبة البحرين وإسلامية البحرين أو كدولة مسلمة إذن الخلل موجود سيني الفاضل في الأجهزة ومؤسسات الدولة والقانون شكراً شكراً في قيادته أيضاً لطريقة قيادته إلى التغيير موجودة إلى جنوب أفريقيا يعني مشهادة لديه يا نرسل المندلة بروحا 보� bike إذن إذن الحزب الشيوعي إلى جنوب أفريقي ألم يمكن رفيق عبد النبي ذكر بعض الأشياء والتركيز أن الوضع الاقتصادي كان زيرو واصل أصور هل من الذكاء الراسماليين أو الامبرياليين أن عندما ترون المسائل الاقتصادية توصل إلى زيرو يقومون لهم حل أن أطلقوا صراحة نلسل منديلا على أن يكون الحملة لكي ينتعون مرة ثانية يعني الانتعاش اللي صار من الأرقام اللي ذكرتها يعني بالأساس الأساس منه اللي استفاد منها يعني ألو من المواطنين ألو اللهم المستثمرين هم البرجوازيين سواء كانوا من السود أو من البيض فهذه النقطة يجب أن نركز عليها النقطة الثالثة هل القضية في جنوب أفريقيا أو في أي دولة أن مثلا السود لازم يحكمون مثلا أو إلغاء الفصل العنصري أم أن لا أن بناء دولة المؤسسات والقانون يعني هل في جنوب أفريقيا قدروا بعد ما جوا المؤتمر حزب المؤتمر أن يقبول على الفساد وعلى وا 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 والبطالة وإلى آخره بالعكس يعني حسب المتابعة لجنوب أفريقيا أن كثيرين من أعضاء المؤتمر هم تورطيش في قضايا فساد النفس اللي قريب مرسولها البيض يعني المشكلة مو مشكلة البيض أم سود هاي التصليفات يعني المشكلة في أن ما أعتقل قدروا يبدون الدولة القوية أن يقضون على هذه القضايا بالعكس يعني الوضع مثل ما هو مجرد أن هذا الأبيض كان يسرق أحد الأسود كان يسرق يسرق حاليا مثلا فأتمنى أن نركز على هذه النقطة يعني أن دولة المؤسسات والقانون وليس الدولة من البيض أم السود النقطة الأخيرة يعني نحن نعرف شهر ستة يعني في يوم عالمي له للتضامن مع المسامدة له ضحايا التعذيب يعني فأصور إنه شيء متوافق يعني يعني أن في جنوب أفريقيا صارت نوع الحلحلة لبعض القضايا هذه اللي ذكرها الأخ حميد يعني يعني اللي هو ضحايا التعذيب والمعتقلين ووابهنزة فهل إن مثلا نقدر إحنا بعد نطرح ويوم أطرح من بداية الميثاق للسنوات القريبة يعني كان يطرح هذا الشيء اللي هو إنصاف الضحايا سواء من الحقب الستيميات والسبعينيات والثماميميات والتسعينيات وواواوا يعني إذا نقدر ركز على هالنقطة بعشا يكون جيد يعني بشكرا رفيق فاضل فضل بالبداية شكر إلى العريف الندوة رفيق حميد وشكر موصول إلى المحاضر رفيق عبدالنبي سلمان موضوع المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا أعتقد شك النموذج لكل الدول التي عاشت في ظروف القم والاستبداد وانتقلت من مرحلة من حالة الاستبداد والقم إلى حالة الديمقراطية والانفراج السياسي والانفتاح والفعل شخصية نانسو مندلة شكلت شخصية جامعة لشعب جنوب أفريقيا وشكلت شخصية متسامحة بالرغم ما جرى من قتل وقمع بالرغم من مرارة السجن للقضاها وننسو مندلة إلا أنه كان متسامح لكلمة مشهورة ومقولة مشهورة عندما يقول يعني سوف ممكن أن نغفر ولكن لن ننسى بما معناه يعني ممكن يغفر للجلادين ولكن ما ينسى التعديب والقمع اللي مورس على أبناء شعبه وعليه شخصية يعني في الزنزان العجو ولكن في النهاية استطاع هذا الرجل أن يواحد شعب جنوب أفريقيا من أجل التحولات الديمقراطية ولا اليوم بالفعل قاعدة تمضي مثل ما ذكر الرفيق بشكل يعني حتى المؤشرات الاقتصادية جدا متطورة مقارنة مع العديد من الدول اللي سبقوها في مجالات الاقتصادية أنا أعتقد إذا استطعنا إحنا نستفادة من بعض ما جرى فيه مثل ما ذكر هذا الرفاق اللي هو عبد العلي مسألة اللي هو الحقيقة والإنصاف بالنسبة إلى ضحايا التعديب لأن هاي شكلت نموذج مثل ما بعض الدول مثل مغرب وجيلي أعتقد إحنا في حاجة لهذا الموضوع ولازال يعني منذ بداية الانفتاح أو الانفراج السياسي اللي بدأ في البحرين في 2001 جميع القوة السياسية وجميع الحقوقيين طالبوا مسألة الانصاف والآن أعتقد ملح هذا الموضوع فيه رغم أن الظروف والأوضاع متغيرة والأوضاع صعبة والظروف صعبة ولكن جبر خواطر ضحايا التعديب يعني هذا جدا مهمة من أجل على الأقل مزيد من المصالحة الوطنية ومزيد من التسامح ومزيد من الانفتاح حتى على الأقل الناس تخطو خطوات إيجابية نحو المستقبل وشكرا شكرا شكرا رفيق أبو فهد وبعدين منترك التعليق لأبو سلمان شكرا رفيق أعتقد بالنسبة ل موضوع يعني أو تجربة جنوب أفريقيا ونضال شعب جنوب أفريقيا فيها العديد من الدروس المهمة للمفروض الواحد يعني ممكن يدرسها أو يتعلم منها أولا بالنسبة إلى موضوع الصراع ما بين أو صراع التحرر الوطني اللي قادة مؤتمر الوطني بخيارة مندلة وطبعا ضم مجموعة من القول الوطنية والتقدمية في جنوب أفريقيا هو صراع حقيقة كان صراع ضد ليس فقط أسود وأبيض وأنما هو صراع ضد فكرة فاشية فكرة الفصل الأنصري بذاته فكرة اضطهاد الناس بسبب لونهم ولذلك جاء الصراع لتحقيق يعني لتحقيق استقلالية البلد واستقلالية الشعب وتمكن السود من حقوقهم الوطنية وليست هي فكرة أسود وأبيض هي فكرة ضد فكر فاشي أنصري متخلف يعني بكل ما يعني بل هو جسد الفكر الاستعماري وممارساته وبقى يعني إلى ما إلى أن تحررت جنوب أفريقيا وهذا يكشف لنا مدى يعني مدى يعني جور وظلم الفكر الرئاسمالي أو الإمبريالي بحيث أنه لما استولى على جنوب أفريقيا مكن مجموعة معينة من الناس على أساس أن هي تستعبد أهالي البلد أكيد يعني من هذا من هذا الحل اللي وجد في جنوب أفريقيا بكل ما وقع من ضيم وظلم على المواطن الأصل في جنوب أفريقيا وشلون هم استطاعوا أن يطلعون بهذا المشروع المصالح الوطنية هو درس أيضا آخر إلى الشعوب الأخرى اللي يعني تعيش هذه الانقسامات أعتقد المحاضرة اللي تتحدثوا عنها هي بالفعل نحن محتاجين أن نتعلم منها الكثير من الدولس شكرا شكرا أبو سلمان تفضل أنا صراحة كنت في بداية الندوة قلت لكم أن أنا عندي ورقة مكتوبة وفي كلام أيضا ومشاهدات ومتابعات من المفيد الذكرها في هذه الندوة وخاصة نحن نتكلم عن كيف لنا أن نستفيد من مشروع المصالح الوطنية الذي جرى في دولة بأهمية ويعني مركزية جنوب أفريقيا في القارة الأفريقية تحديدا وهي تجربة في بعض جوانبها النضالية المريرة قريبة جدا من تجربتنا يعني لا بأسا شوي نسترسل في بعض التفاصيل لكن لكي نلقي الضوء بالفعل على هذه التجربة بشكل أفضل من الجانب النظري أحنا صبعا يعني أمكن استطيع أن أجيب على التساولات الرفيقة دعلي فريدون بس قبل ما أجاوب المسألة لا تنحصر في هذه الندوة ليست مخصصة للإجابة عن دور الحزب الشيوعي حزب الشيوعي هو أحد الأطراف الرئيسية في مسألة يعني النضال الوطني الجنوب أفريقي واعترافات ناس الماندلة اعترافات واضحة في هذا كل القارة يعني ما قالوا ماندلة في حق الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي لكن حزب الشيوعي ليس موضوعنا اليوم في هذه الندوة بس يكفي أن أقول شغلة واحدة أن مقتل كريس هاني اللي هو زعيم الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي في عام 1993 في عشر أبريل 1993 قبل عام واحد فقط من الانتخابات اللي فاز فيها ماندلة وكريس هاني للمناسبة هو صديق شخصي مقرب ورفيق نضال لنالسون ماندلة وكان الغرض من مقتل كريس هاني سعيم الحزب الشيوعي هناك ليس الحزب الشيوعي أو استهداف الحزب الشيوعي بقدر ما هو استهداف التجربة نفسه اللي بدأت تنطلق لأن عام 1993 عام اللي قتل فيه كريس هاني كان هو العام اللي بدأت فيه لاستعداد الانتخابات النيابية اللي على أساسها وصل السود في 10 أبريل 1993 قتل كريس هاني وفي 27 أبريل من العام اللي عقبة فاز نيلسون ماندلة بالانتخابات فيما بين هذين التاريخين طبعا عندما قتل كريس هاني للأمانة كريس هاني قتل من قبل نائب في البرلمان في جنوب أفريقيا العنصرية هذا النائب استأجر قاتل محترف لقاتل كريس هاني وبعدين التحقيقات أثبتت أن مقتل كريس هاني طبعا كان فيه شاعات كثيرة في جنوب أفريقيا أنا ذاك أنه فيه جهات خارجية تريد أن تخرب عملية الإصلاح أو كذا أو كذا لا كان فيه عناصر متطرفة يمينية في الأحزاب اليمينية في أكثر من حزب يميني داخل في العملية يعني عملية المصالحة نفسها وكانوا غير مقتنعين بالإعطاء السوء لحقوقهم وبالتالي كان فيه رفض داخلي ضمني أن هؤلاء بعض النواب بعض الوزراء السابقين أصحاب اللي تضررت مصالحهم راح تتضرر أكثر من الإصلاح لا يريدون الإصلاح لا يريدون وصول حكومة السوداء بغض نظر نلسون ماندلا أو غيره وبالتالي كان يراد تفجير تفجير العملية برمتها من مقتل عنصر رئيسي بحجم كريس هاني اللي هو يعتبر اليد اليمنى لنلسون ماندلا اللي كان يمكن أن يكون الرئيس الشرعي لجنوب أفريقيا لكن التحقيقات أثبتت فيما بعد أن هذا واحد يميني نائب في البرلمان أعطى مسجس مال إلى قاتل معجور وهذا القاتل قتله واللي اعترفت وشافت الجريمة أمام بيتها واحدة من البيض وخبرت الشرطة فهنا يجي دور ماندلا كرئيس كان بين أن يهتز يعني في هذه اللحظة الحاسمة اللي مقتل صديق ورفيق نضال أساسي وبين أن يضيع البلد في متاهة من جديد ففي خطبة مهمة كان ماندلا حينها مو الرئيس كان لحد الآن ما صار رئيس في خطبة يعتبرونها المتابعين السياسيين إن هي خطبة الرئاسة الأولى لماندلا لأن بالفعل حددت ملامح الفترة القادمة اللي مقبلة عليها جنوب أفريقيا ودعت إلى السلام ودعت البيض والأفريكانرز والسود والملونين والنهود إلى عدم استغلال مقتل كريس ماندلا لعودة البلاد لنقطة الصفر وإلى السلام طبعا من هذه النقطة هذه بدأت التحولات الحقيقية لأنه صار في إجماع حول شخصية ماندلا كزعيم قائد في ضرف صعب جدا كان يمكن أن يحول البلد إلى كتلة ملتهبة أنا أريد أن أذكر بعد أمثلة على أساس أن نجاوب على الأسئلة بشكل إن دايركت في شخصيات كثيرة في النضال الوطني الجنوب أفريقي يعني غير ماندلا بصراحة سبقت ماندلا بعقود طويلة لها باع طويل في النضال الوطني وتعلم منها ماندلا للعلم أنها ماندلا أولا نضم للـ ANC للحزب الجنوب أفريقي في 1944 الحزب الوطني الجنوب أفريقي تأسس في 1912 ترى أن هناك فرق في 1912 إلى 1944 طبعا خلال هذه الفترة لم يكن الـ ANC الحزب الوطني الأفريقي كان بقوة وأهمية بالعكس كان هناك حتى بيض من البيض نفسهم داخل فمع التجربة وكذا انسقلت تجربة الحزب الوطني الأفريقي في النضال الوطني ومندلا ما هو لأحد الرموز التي جاءت لاحقا في عملية النضال الوطني اللي أنا أريد أن أقول أن تجربة جنوب أفريقيا يعني تجربة تمتد يعني على مدى 300 سنة من منتصف القرن السابع عشر تحديداً في 1652 جاء المستوطنين البيض من هولندا من إنجلترا من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية استوطنوا جنوب أفريقيا بحثاً عن الألماس والذهب طبعاً هذالين جو كمزارعين فيما بعد تحولت جنوب أفريقيا إلى دولة يعني فيها مناجم من الكبيرة ومهمة وأساسية في العالم إلى الألماس والذهب لكن كانوا كمستوطنين فيه تواريخ محددة الواحد لازم يقراها على أساس أن يعني نعرف شنون مرت يعني بمراحل حقب حقيقية كان فيها صراع حقيقي 1652 مثل ما ذكرت هو عام وصول مستوطنين الأوروبيين إلى جنوب أفريقيا 1814 يعني بعد تقريباً 200 سنة منحت هولندا بريطانيا مستعمرة الكاب في 1879 هزمت بريطانيا مملكة الزولو 1910 تأسست دولة اتحاد جنوب أفريقيا هذا كان اسمها دولة اتحاد جنوب أفريقيا طبعاً بعدين صارت جمهورية جنوب أفريقيا بعد بس كان اسمها في الأساس في 1910 عندما تأسست اتحاد جنوب أفريقيا في 1912 مثل ما ذكرت تأسس حزب الوطني الأفريقي حزب نرسل ماندلا في 1991 تم إلغاء النظام الفصل العنصري في جنوب أفريقي 1991 نحن قلنا في الورقة من ساعة أن 1989 كانت البداية إلى الضوطات الدولية تأتي بأكلها مثل ما يقال 1991 تم إلغاء القوانين متعلقة بفصل العنصري طبعاً أول انتخابات مثل ما تعرفون تمت في 1994 وصل على أساسها نرسل ماندلا في 27 أبريل 1994 وهذا اليوم من ذلك الوقت سميه يوم الحرية في جنوب أفريقيا يوم اللي فاز فيه نرسل ماندلا في 27 أبريل هو يوم الحرية هو يوم الوطني في جنوب أفريقيا في معالم يعني الواحد لازم يقراها لأن نحن يعني نعيش تجربة يعني أو على الأقل إذا مو مستوى تجربة جنوب أفريقي على الأقل فيها بعض الجوانب اللي تلامسها في 1995 نرسل ماندلا بحكمته يعني فيه جوانب ما تطرع على بال أحد نرسل ماندلا وجد أن في حالات فصل في المجتمع تقوم على أسس غير الأسس اللي يعني يقوم عليها النضال السياسي يعني مثلا عسى بمثال وجدنا من نفس الماندلا أن السود في جنوب أفريقيا يؤيدون كرة القدم يحبون كرة القدم والبيض في جنوب أفريقيا اللي هو الأفريكانرز يحبون الرجبي ما في يعني ما يلتقون حتى في ملاعب الكرة ما يلتقون هذه واحدة فدعا إلى يعني دعم دولي بحيث أن تكون بطولة العالم للرجبي عام 1995 يعني بعد سنة من فوز نرسل ماندلا بالحكم تكون في جنوب أفريقيا ونرسل ماندلا يعني من هذه المناسبة نزل ولبس كزعيم أسود نزل في الملعب مع لاعبين بيضي مثلوا منتخب جنوب أفريقيا يكون هو الأسود الوحيد بينهم حتى لبس شرت الكابتن يعني ومن يومها تحولت لعبة الرجبي إلى لعبة مختلطة مختلطة بين السود والبيض إلى حد هذا الآن يعني منتخب جنوب أفريقيا من ذاك التاريخ لليوم يحوي البيض والسود شغلة ثانية كاس العالم المجتمع الدولي ساعد جنوب أفريقيا في مسألة يعني كاس العالم في 2010 إذا تذكرون مو بعيدة وقيمت في جنوب أفريقيا أعطيه هذا الحق لي أو كنوع من الامتياز لجنوب أفريقيا لتأييداً لي يعني المسار الديمقراطي اللي مشات فيه جنوب أفريقيا ومن يومها أيضاً دخلوا لاعبين بيض في المنتخب جنوب أفريقيا إلى جانب سود هذا أيضاً نوع من الاندماج الوطني اللي سعى إليه هي ملامح بسيطة لكن تعطي طابع أقوى وهي 2010 فازت أسبانيا بكاس العالم مثل ما تعرفون في جنوب أفريقيا أنا في شغل أبغي أقول لكم عنها أن يعني في شخص مجهول لكن هو أنا أعتقد هو الأب الروحي للإصلاحات الحقيقية اللي وصلت ماندلا إلى الحكم هذا الكتاب اسمه ما بعد صراح هذا الكتاب يعني فيه جميع تقريباً جميع الثورات اللي صارت وفي شيلي وفي جواتمالا وفي جنوب أفريقيا وفي أرلندا الشمالية وفي البحرين كل الأمور هذا الكتاب يحويها هذا الشخص اللي أنا راح أتكلم لكم عنه الآن هو نائب وزير الداخلية في حكومة جنوب أفريقيا العنصرية هذا الشخص هو طبعاً هذا الشخص غير معروف ممكن لديكم كلكم اسم رالف مير زار البحرين في فترة الإصلاحات هذا الشخص هو الشخص اللي قاد إلى عملية إلغاء الفصل العنصري باعتراف حتى من دلة نفسه حتى في هذا الكتاب وفي كتب ثانية يعترف بدور هذا الشخص هذا الشخص منتمي للحزب العنصري الحزب الوطني اللي كان يحكم جنوب أفريقيا العنصرية وهو من الأفريكان البيض وكان مرشح لأن يكون رئيس الجمهورية القادم بعد بيك بوتا اللي صار في جنوب أفريقيا صار في تحول دراماتيكي بيك بوتا هذا الرئيس السابق العنصري صار تجلطة حتى المرض خدم تجربة جنوب أفريقيا الجلطة هذه أدت إلى أن دي كليرك نائب الرئيس يتولى الحكم لفترة بسيطة يعني فترة مرض بيك بوتا هذا العنصري اللي رفض أي نوع من الإصلاحات ورفض أعطاء المزارع للسود والأراضي للسود وكذا في هذه الفترة اللي مرض فيها بيك بوتا لا زال ما مات كان في الغيبوبة وشب غيبوبة كان يعالج دي كليرك نائب الرئيس هذا صديق شخصي لهذا الشخص اللي رالف ماير طبعا من البيض من نفس الحزب وياه في هذا الشخص عندنا نزعات شوية وطنية يعني ثانية أكثر من أي شخص ثاني ممكن ربما في حزبه بنى علاقة خاصة مع زوجة دي كليرك علاقة حزبية طبعا يعني علاقة رفاقة حزبية في الحزب العنصري هذا الوطني من خلال هذه القناة من خلال هذه أنا هي الشخص هو نفسه يذكرها في الكتاب وهو شخص شخص يعني ذكرها لي بالحرف الواحد بنى استطاع أن يبني علاقة شخصية مع زوجة دي كليرك الرئيس المؤقت اللي بعدين صار رئيس حكومه أقنعها أن بأهمية السلام وهمية العدالة وهمية التسامح وهمية هذه الأمور الاستغل على المفاهيم هذه طبعا هو هذا الشخص شلون بنت التجربة سوريا أنا ما بيطيل عليكم لكن مهم أن تجربة تنقل هذا الشخص طبعا لما كان نائب وزير الداخلية الرئيس الجنوب الأفريقية العنصرية السابق بتعث لمدة 18 شهر ليشوف شنه ليش دلين السود يتظاهرون ليش محتجين وش بالضبط يبغون يعني خلال معيشته 18 شهرا ويا السود في مناطق السود في مناطق الصراع في مناطق القتل تولدت لي قناعات يعني بحجم المأساة اللي يعيشونها السود نفسهم كبشر يعني من الأمثلة اللي يضربها في هذا الكتاب يقول إن أحد الشباب الصغار اللي شافه وأثر فيه شخص شاب صغير يقول ليش أنت تحتاج يعني هو هذا نفس الشخص يقول ليش أنت تحتاج وش اللي يخليك تطلع تظاهر قال أنا ما أعرف السياسة ولا لي علاقة بسياسة بس أنا مرة واحدة أنا أشتغل مزارع بسيط عند يعني رجل أبيض عنده مزارع وخلاني في البيكب ماله مع الشلب ماله لما طاح المطر القوي وقف المزارع هذا صاحب المزرعة وخذ الشلب داخل وخلاني برا في المطر ومن يوم أنا حسيت بالظلم نرى المسألة بسيطة جدا يعني هذا الشاب صغير استطاع أن يؤثر في إنسان ربما يقلب موازين أمور نحن ما نتوقعها وبعدين تجر الأحداث خلال 18 شهر قضاها في داخل هذا آلاف القصص والحكايات يرويها حول معاناة السود اللي أوصلها إلى البيض نفسهم واشتغل على العامل الإنساني فيهم خلال خمس سنوات هذا الشخص نفس يقول خلال خمس سنوات ونلسل ماندلة في السجن كنا نتفاوض مع مانسل ماندلة خمس سنوات لإقناعه بأن يعني خلاص لنا ما في داعي للسلاح وكذا لتعزيز عوامل الثقة وبناء جسور الثقة وطبعا كان في شخص ثاني من الحزب الوطني خارج السجن غير ماندلة هو اللي يتفاوض معهم وهذا الشخص يقود الجانب الحكوم الرسمي في التفاوض وهذا ساعد العملية واجد يقول احنا أهم من مشروع المصالحة كان شيء أهم من مشروع المصالحة هو مشروع بناء الثقة يقول احنا ما كنا نقدر ننجح في مشروع المصالحة من دون أن نبني ثقة ليس فقط مع نلسل ماندلة بس من خلال نلسل ماندلة وحزب نلسل ماندلة بنوا ثقة أن هذا الرجل صادق هذا الرجل الأبيض اللي أنا حين رويتكم صورته يعني يحسوا فيه أنه إنسان صادق ويبغي يحول جنوب أفريقيا يقول أنا يعني خلال فترة بسيطة تركت وراي كل الأرث الأرث العنصري اللي تعلمته في الحزب العنصري هذا الوطني اللي يحكم واقتنعت إنه ما في داعي ما في حاجة إنه نستمر في هذا النموذج الفاشل المهلك المدمر لأنه جميعا خاصة إنه في أطراف هناك مثل بوتليزي مثل دلين اللي يشتغلون على مصالحهم الضيقة داخل العملية السياسية وأيضاً لحزاب الصغيرة اللي تحتاج إليها مكان كانوا يعني غير واثقين من أن هذين يديرون الصراع لمصلحة البلد هذه الأثنين جماعة ننسوا الماندلة وننسوا الماندلة في السجن وهذا يمثل النظام غير واثقين منهم إنه فعلاً يديرون عملية مصالحة حقيقية وكانوا يحسوا إنهم يحصل على أكتافهم فيقول مرينا بعقبات ما نبني ثقة مع ماندلة وربعة ابتداء من ماندلة وشلون بعدين إحنا وماندلة نبني ثقة مع ذلين اللي برا اللي الحزاب الصغيرة والقومية والدينية اللي لا زالت تبحث لها عن مكان وبعضها عنصرية وبعض فيقول إحنا مرينا بمراحل عديدة كان اللي تجاوزها إننا كل مرة كل ما مرينا عقبها حسينا أمامنا عقبات خلال هالمدة كان نحتاج إلى نفس طويل جداً لكي نبني خطوة خطوة يقول ما كان ماندلة لوحده ولكننا إحنا لوحدنا نستطيع أن نبني هذا من دون أن نبني ثقة أولاً ومن ثم ننطلق هذه تجربة أنا أعتقد يجب أن تدرس بالفعل لأن بعدين هذا الشخص استعين فيه في تجارب عديدة في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا وحتى في تجربة جنوب أيرلندا الشمالية هذا الشخص جل بحرين جل بحرين بان فترة أنا التقيت فيه في البحرين والتقيت فيه في جنوب أفريقيا جل بحرين فترة الإصلاحات الشخص كان يريد أن يقدم تجربة جنوب أفريقيا لنظام البحرين ولحكومة البحرين ولمعارضة البحرين ولحتى لتجار البحرين قاعد حتى مع تجار البحرين في هذا الكتاب في صور عنده مع أعظام جشورى ونواب وتجار وحكوميين وكذا عشان يقنعهم بهمية الإصلاح للبلد هذه إجابة على التساؤل التي طرحها الأخفاض وأبدأ علي حاول مثل ما أفاد الإيرلنديين والقواتماليين والشيليين وغيرهم حاول أن يفيد البحرين وللفعل للأمان عنده اهتمام كبير بتجربة البحرين للأسف لما زرنا نحن جنوب أفريقيا أيضا حاول أن يرجع البحرين مرة ثانية منع من زيارة البحرين فهذا يجاوب على أسئلة أن هذا الرجل وغير من الناس طبعا ما أؤمن بالشخص بس على الأقل هناك ناس تفرق وجودهم في مرحلة تاريخية معينة في مكان تاريخي معين يؤثر بس في شعوب حاولة تساعدنا حاولة تساعدنا في البحرين بالتالي نحن نفتخر فيهم لأن بالفعل هم يؤدون دور إنساني أممي يعني يساعد الآخرين أنا أكتبي بهذا بس يعني إذا في أسئلة ثانية بعد الفضل من سيد جعفر شكرا لل أخوان عبد النبي وحميد يعني ليش ما نربط نحن نقف جنوب أفريقيا فصل عنصري ما بين السود والبيض نحن عدنا شكل آخر يعني ونفس نفس المنوان يصير يعني نحن عدنا فصل طائفي عنصري بما معنى الآن حتى في التعليم يعني إن واحد يجيب 99.5.9 ما يحصل على منحة في الوقت إن واحد يجيب أقل من هذه النسبة كثير يحصل على منحة هذا فصل عنصري طائفي يعني ليش ما يصير نفس الشي يعني ذلك فصل عنصري ما بين السود والبيض فصل عنصري طائفي ليس يعني لشعب البحرين إنهم متأصل في هذا إنما السلطة هي التي تقوم بالفصل عنصري ما بين طائفي فصل طائفي يعني يعني نربط بعد في ربط يعني ما بين داكن الفصل العنصري ما بين السود والبيض وهني فصل طائفي عنصري شكرا شكرا بس يعني ملاحظة نريد نركز شوية على تجربة جنوب أفريقيا لأن موضوعنا هو هذا فيا أحد فيا أحد أريد نتحدث خلاص نختم عبدالي في أنا ذكرت رفيق عبدالي إذا لاحظت خلال الورقة أن جنوب أفريقيا يعني لم تستطع تقضي على الفساد وذكرت حتى أن لا زال الفساد حتى اليوم يعني يرتبط برئيس الدولة نفسه يعني زومة اليوم الرئيس اللي خلف من دل أخلاف أم بيكي هو اليوم على يعني رأس الحزب الحاكم اللي هو الان سي نفسه لكن هو توجه إليه اتهامات حتى في أمور يعني مخلة يعني بدور رئاسة وبالتالي الفساد من المستحيل يعني حسب حتى منظمة الشفافية العالمية أنا يتم القضاء عليه لكن أنا لا أنا ذكرت بعض الأمور المتعلقة بكيف نجحت جنوب أفريقيا خلال عشرين عام من ألف تسعمية وعربعة وتسعين إلى ألفين وارباطعش في هذا التحول الكبير لتكون أكبر دولة صناعية وأكبر دولة غنية على مستوى القارة الأفريقية أنزين؟ وأيضا من خلال الأمور التي ذكرتها أن خلال عشرين عام استطاعت جنوب أفريقيا أن تقدم مساعدات اجتماعية مستمرة لحد هذا اليوم بالإضافة طبعا للخدمات الأخرى تعليم وصحة وما يصحي 15 مليون إنسان يحتاجون بالخدمات الاجتماعية بشكل ملح 15 مليون إنسان من أصل 53 مليون عدد سكان جنوب أفريقيا هذا عدد ليس سهل يعني وبالتالي أنا أعتقد فيناك إنجازات ذكرت أيضا الناتج المحلي الإجمالي شون قفز من 186 مليار إلى 384 مليار وانعكس على مستوى الاقتصادي والمعيشي للناس وبالتأكيد السود لأن أنا ذكرت نسبة السود 79% من عدد سكان بينما نسبة البيض 9% بالتالي هم أكبر الناس مستفيدين فيه شغلة مهمة ممكن أنا ما ذكرتها الحين بس ذكرتها في الورقة أن فترة اللي صار فيها نلسو الماندلة في الحكم واجه مشكلة عويصة وهي أن ملكية الأراضي أنا أعتقد هذا قريب لمثال في البحرين ملكية الأراضي كان يستحوذ عليها البيض اللي كانوا استفادوا يعني في 1948 تأسست جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا العنصرية 1948 يعني ما احتلال فلسطين 1948 إلى 1994 طول هالمدة هم يسرقون الأراضي وبالتالي عملية التخريب الديمغرافي في البلد وفي نفس الجغرافي أيضا كانت هاي الأراضي ممتلكات يعني خاصة بالبيض يتحكمون فيها عملية الإصلاح السياسي مرت بمراحل صعبة جدا مندلة يذكرها في كتابه أن شلون استطاعوا أن يقنعوا البيض اللي يملكون الأراضي بوثائق رسمية بعدالة وحقوق السود في امتلاك الأراضي والإصلاح الزراعي أنا أعتقد هذا أكبر إنجاز استطاعت حكومة مندلة وحكومات اللاحقة اللي وصلت أن تنجز لأن مسألة تحول الأراضي لو بصير اليوم في البحرين لا سمح الله سمح الله لو صير عملية الإصلاح الأراضي وكذا يعني أنت تخيل حجم الأراضي اللي راح تعود للناس فما بالك في دولة مثل باتساع جنوب أفريقيا بصحاريها وغاباتها وكذا وأراضيها الشاسعة ومزارع كانت فيه احتكار للثروة بالإضافة لطبعا المصانع والتجارة والوكالات كلها أصبحت اليوم جزء من عملية التحول الاقتصادي في جنوب أفريقيا ويسجل التقرير اللي أنا ذكرته من شوي التقرير الرئاسي وأيضا صندوق النقد الدولي حجم هذا التحول لأنه حجم مهول أسس لنوع من العدالة الاجتماعية على مستوى القائد فيه شغلة أيضا الواحد يلمسه من خلال الزيارات اللي احنا قمنا فيها أن في جنوب أفريقيا اليوم يعني ما عادل رئيس القضاة أو رئيس النيابة لازم يكون أبيض احنا جلسنا ويا رئيس المحكمة الدستورية هندي من أصل هندي وباكستانيين ومن أصل عرب تحتون عربي يعني يعني ماسكين مفاصل مهمة في الدولة اليوم ما كان هذا ممكن لو ما كان فيه عملية صلاح سياسي حقيقية احنا على أساس ما حكي التجربة وانحاكم التجربة أيضا علينا نقيس أن حجم التحول مو بسيط في جنوب أفريقيا طبعا الفساد راح يتم ويستمر أنا أعتقد لأنه ما في دولة خالمة الفساد وبالذات جنوب أفريقيا لأنه يعني انت تعرف الحجم المهول من التخلف الاقتصادي اللي بناه النظام العنصر السابق لمصلحة الحفن القليل اللي يتمثل البيض بس فيه اندماج فيه عملية اندماج اجتماعي يعني احنا رحنا سجون في جنوب أفريقيا لا زالت اليوم يعني مقفلة ولم يمسها الاصلاح ليش ولا زال على بابها الكلاب والسود الكلاب والسود يعني الممر اللي يشون منها كلاب والسود والممر اللي يشون منها البيض هذا لليوم موجود بس طبعا كسجون أقفلت طبعا السجن نرسل مندلة في روبين آيلاند في حد ذاته فتحة للناس السواح أي سائح اليوم يروح جنوب أفريقيا يقدر يدخل الحجرة اللي يعني عذب فيها وسجن فيها مندلة 27 سنة وشوفوا بعينه قسوة النظام يعني والجدران والدم والقصص اللي تحكى على صار متحف دخول المتحف هذا يعني في حد ذاته يحكي لك حجم التنوع الإيجابي اللي حدث الآن يعني واحد صعبي دخل التفاصيل بس أنا أعتقد فيه تحول كبير ونوعي جدا حدث على مستوى جنوب أفريقيا لا يجب أن ينتقص حتى لو استمرت يعني الفساد وراح يستمر الفساد لكن عملية التحول الديمقراطي وأنا أعتقد حتى مندلة قالها في أحدى خطبة لما قتل كريس هاني أنه بما معنى أنه عندما تترسخ التجربة الديمقراطية سوف أعتزل السياسة 1995 1994 مسك الرئاسة وعندما أعتزل ذكر هذا الكلام بالحرف الواحد أنه عندما تترسخ التجربة الديمقراطية ها أنا أعتزل الرئاسة وبالتالي هذا الرجل قائد يعني يعني أهمية وجوده على رأس الهرم ليس كفرد وإنما كرمزية لهمية استمرار نظام بالإضافة لقوانين إلغاء قوانين الفاصل العنصري ليس سهل يعني ليس سهل لما أنت تركب باص النقل العام للبيض وفي باص النقل العام للسود وفي سوق للسود سوق للبيض يعني نحن لا نريد أن ندخل فيها التفاصيل الصغيرة والكبيرة لكن أنت تحول البلد إلى بلد مندمج اجتماعيا خلال فترة 20 سنة 25 سنة الآن ليس سهل أو شكنا على الانتهاب بس أحمد منصور تفضل بالنسبة إلى يعني كمثال جنوب أفريقيا إسقاطة يعني على أي مصالحة بتكون في البحرين أو أي دولة من دول العالم نحن بالنسبة لنا البحرين يعني يعني مو مشكلة فينا نحن كشعب نستلهم هذه التجربة ونتثقف منها وأن تكون تساعدنا على الخروج من هذه الأزمة لكن المشكلة الوعيصة هي في السلطة السلطة راكب العناد ولا يمكن أن تتجاوب ماذا؟ بضغوطات عاد أو بإناد منها هي من دول الإقليم أو دول ثانية اللي واقفة معها هل إحنا كمعارضة نقدر نوصل القضية إلى الأمم المتحدة ويصدر قرار إلى الأمم المتحدة بموجب أن تصير مصالحة ما في هذا لا يلوح في الأفق أي شي شكرا 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 لكم وشكرا للأخ رفيق عبد النبي سلمان ونتمنى أن نلتقي في ندوة أخرى طبعا تجربة مهمة نتمنى أن تكون يعني تدرس هذه التجربة للمستقبل ونتمنى من المسؤولين أن يأخذون بعين الاعتبار مثل هذه التجارب لوصول مجتمعاتنا إلى بر الأمان شكرا لكم جميعا شكرا لكم